يقف أعضاء الفرقة الفرنسية ويبدأ كل منهم في الغناء مشكلين لوحة موسيقية فريدة لفرقة واحدة متعددة الأصوات تأسست الفرقة المؤلفة من خمسة مغنين وعازفين قبل أكثر من خمسة عشر عاما لإحياء ما يسمى باللغة الأكسيتانية وهي اللغة القديمة لمنطقة بروفنس الفرنسية المؤلفة من المهاجرين في منطقة الكاريبي وأنحاء أفريقيا ولدى الفرقة حتى الآن أربعة ألبومات أحدها حاصل على الجائزة الأولى لأكاديمية تشارز كراس في فئة الموسيقى العالمية صح الخير لكل من يتابع هذه الفقرة الفنية في سكاينيوز عربية هذا الصباح من المغرب ومعي الفرقة الفرنسية صباح الخير سأتحدث باللغة الإنجليزية إذن تقدمون موسيقاكم الفرنسية عبر فرقة مؤلفة من خمسة أفراد أين هم بالمناسبة؟ إنهم قادمون سيأتون بعد قليل إذن هي فرقة إقاعات موسيقية؟ إنها فرقة متعددة الأصوات فرقة صوتية أصوات متعددة مع إقاعات أعضاء الفرقة الخمسة كلهم عزفوا إقاع ومغنون في الوقت ذاته ولا نؤدي فقط أداء فرنسيا لكن نؤدي أداء أكسيتان وأعني بأكسيتان اللهجة الموجودة في جنوب فرنسا بين إيطاليا وإسبانيا وهذا ليس فرنسيا لكنها تبدو أقرب للموسيقى الشرقية في بعض الأماكن نعم نحن من مرسيليا نحن هنا لتمثيل مدينة مرسيليا وهي ذات ميناء كبير ونصف سكانها من أصول جزائرية جزائريون يعيشون هناك والموسيقى التي درستها معظمها من الجزائر إذن نحن نمزج بين الفنين بعض الفن التقليدي المحض من جنوب فرنسا مع بعض الإقاعات التي تأتي من الجزائر وخاصة جنوب جزائر إذن هوا مثل المزيج أو الخليط ونحن نؤدي اليوم أغنيات معظمها سياسية عن لغتنا وأيضا من الأمازيغية واللهجات الأخرى التي أصبح معترفا بها ومقبولة في جزائر والمغرب ولكن في فرنسا ليست لدينا حالة مشابهة فليس لدينا في فرنسا نائب في البرلمان يقوم بإضراب عن الطعام لأكثر من عشرة أيام حتى يتم الاعتراف بلغتنا حتى نفكر فيه ونحن نؤدي أغنيتنا ونفكر في أن ثقافتنا مهمة جدا لأنها ثقافة مفتوحة على البحر المتوسط ويمكن أن تختلط بسهولة وتلتقي الثقافات الأخرى في حين أن الثقافة الفرنسية لا تزال تحتقر الثقافات الأخرى أرز هي نوع من أنواع الموسيقى البديلة إذن؟ إنها موسيقى نشأت في الحنات لم تنشأ في المعاهد الموسيقية أو الأكاديميات لقد نشأت في الحنات وفي مسارح صغيرة بمرسيليا وفي جنوب فرنسا ونحن نحب تمثيل الشعب لا النخبة ونحن فخرون لأن الناس حتى وهم لا يتكلمون لغتنا لكنهم يعلمون بأنها إرثهم ولذلك يحبونها كيف تكتبون موسيقاكم وأغنياتكم؟ شخصياً أنا أعمل مع الفرقة تأتيني الأفكار مع بعض الأصدقاء تعال تفضل هذا سيباستيان تفضل بالجلوس إذن أنا ألحن ومع بعض الأفكار بشأن ما سنؤديه وأحياناً يضيفون أصواتهم ونعمل بهذه الطريقة لأن فن التعدد الأصوات ليس تقليدياً هذا الفن هو عمل أكاديمي على الصوت أحياناً يكون تقليدياً في مناطق صغيرة من فرنسا مثل كورسيكا أو بلاد الباسك فهم يغنون هناك بأصوات متعددة ولكن لأن تلك المناطق من فرنسا تعرضت كثيراً للتهميش من جانب الثقافة الفرنسية في جنوب فرنسا نحن لا نغني عادة بالأصوات المتعددة ولكن قررنا فعل ذلك لأن الكثير من الناس أرادوا ذلك إذن نحن نتبع إرادة الناس سباستيان شكراً لانضمامك إلينا أودت بداية أن أسأل عن اسم الفرقة لكور دو لابلانا أعتقد أن الكور تعني القلب؟ نعم لكور دو لابلانا كور يعني القلب إنها كلمة يتلاعب بها لأن كلمة القلب وكلمة كوير بمعنى الجوقة هي نفس الكلمة إنها تكتب بطريقة مختلفة ولكنها تنطق بنفس الطريقة إذن هي كلمة تجمع بين القلب والجوقة لو أنك سمعتها فقط فإنها كتتاني قلب لابلانا وهي منطقة في مرسيليا نعيش ونعمل والتقين فيها والجوقة ماذا عن ارتباطكم الرائع؟ فأنتم تعملون معا منذ زمن طويل وأصبحتم أصدقاء؟ نعم أعتقد أنه من النادر أن تجد اليوم فرقة تعمل معا منذ أكثر من 15 سنة ولم يتغير أي عضو فيها نحن نفس الأعضاء منذ البداية وهذا لأننا نحب بعضنا البعض نحب أن نتجادل وأن نتصارع ونحب أن نكون مع بعضنا ونحب أن نكون مع بعضنا البعض نحب أن نكون معا من أجل الموسيقى والعمل ونعرف عائلات بعضنا البعض نحن مجموعة أصدقاء مع كل ذلك فإن جمهوركم نخبوي بعض الشيء وليست تجاريا بالمعنى الدقيق مختلف تماما وهذا ما تريدونه تماما خاصة عندما تؤلفون موسيقى بديلة طالما أن الناس حينما يأتون لعرضنا ويشترون تسجيلاتنا يحبون الموسيقانا فإننا سعداء نحن نريد غزو العالم بفكرة موسيقية بفكرة موسيقية بسيطة نحن سعداء بما نقوم به وسعداء بسعادة الناس الذين يأتونا ليستمعوا إلينا نعتقد بأننا نستطيع أن نضع الموسيقى بدون أن نكون تجار نحن نريد أن نكون موسيقيين فقط وهذا يكفينا حقا إذن لننهي هذا الحوار بأغنية صغيرة أريدك أن تغني لنهاية هذا الحوار أغنية صغيرة أغنية صغيرة